هل الشعب حس ان الحاكم ده بيمثلهم؟ بينتمي إليهم؟ حاسس بيهم؟ بيدير مشاكلهم بمنطقية؟ بيشاركهم مشاكلهم؟ وبيعمل على حلها؟ ولا كله بقق إيه كده؟ وانت نور عينينا وبكرة تشوفه مصر وما ناكلش آه ما ناكلش وهو عمال يملس داغه ويجيب إيش طيارات وقصور وإحنا مش هفين نعيش هل الحاكم حاسس بالناس؟ هل الشعب حاسس بغربة مع النظام اللي بيحكمه؟ هل هم حاسين ان هو معزول عنهم وان الصلة بينهم وبينه مش موجودة؟ اسأل نفسك الأسئلة كده إذا الشعب حاس بكل ده تبقى دي سلطة غير مشروعة مالهاش شرعية حتى لو عامل برلمان وانتخابات حتى لو سرح كلابه على الشاشات تسبح بحمده ليل ونهار وحتى لو قاعد في السلطة برضو مئة سنة في نظر عم بها هتفضل سلطة غير مشروعة مغتصبة الحكم الله يرحمه للأستاذ بقى الدين ودلوقتي بقى الأسئلة دي موجهة لك انت انت اسأل الأسئلة دي هل الشعب المصري حاسس ان القوانين اللي بيصدرها السيسي قوانين خارجة من ضمير الناس بتعبر عنهم اسأل نفسك ايه شعور المصريين عن السلطة بتاع السيسي اللي بيحكمهم اسأل الشعب هل الشعب حاسس ان السيسي بيمثلهم بينتمي ليهم حاسس بيهم هل هم حاسين بغربة مع النظام اللي بيحكمهم هل حاسين ان هو معزول عنهم وان الصلة بينهم وهم بعض مش موجودة اعتقد الإجابة عندك وبعد ما تجاوب عليها هتعرف ان الانتخابات والبرلمان والزيطة والزنبريتة اللي عملها السيسي دي كلها على حد تعبير أحمد بايددين ستاير بتخفي عورة سلطة غير مشروعة مهما عارض الحكم فهي سلطة بالقوة بالعافية واللي اشتغل معهم الشعار بتاعه زي اللي قاله الأستاذ عادل أدهم في فيلم الشيطان يعز لما نور الشيء في وقف قاله أنا مردتش اطلع نادل واضيع الحرمة دي قاله احنا بقى احنا نحب نشتغل مع النادل اللي يسمع الكلام وينفزه عن الجدع الشه اللي يوجع دماغنا دي السلطة دي السلطة اللي خلت فريد شوقي يطير حامد مرسي عشان يغنى هو بصوت الوحش والفرح يتقلب بقى عركة أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل موقف بيحصل وكل قرار بيتاخد في البلد دي بيتأكد ان السيسي شخص مريض منتزع السلطة مهوس بالاستعراض وحب الزات عاشق لللقطة ولو الشو حتى ولو على أجساد الناس السيسي عنده استعداد حرفيا يتاجر في أمه حرفيا عشان اللقطة وانا ما بقولش كده من عندي افتكروا كده ان السيسي حط أمه جثة في التلاجة لغاية ما يخلص احتفالات تفريعة قناة السويس لو انتو مش فاكرين القصة دي احنا نحب نفكركم بيها زي ما قال محمد علي المقاول كده محمد علي الواصل فتح أجل إعلان موت والدته لتزامنه مع حفل افتتاح قناة السويس حط أمه في التلاجة أمه أمك ثم أمك حطها في التلاجة لأنه عايز يلبس بقى اللبس بتاع حسب الله السادس عشر ويطلع يعمل فيها انه الجنرال عبدالفتاح السيسي